السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ابو اسر مع ركوت النباتات الزينة الداخلية والخارجية على صفحتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بيزرع بيدك وزين بيتك وقبل ما نبدأ الفيديو جماعة من تنسوش الصلاة على سيدة محمد علاج فضل الصلاة والسلام ومن تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلك كل مواجه جديد من عالم الزراعة على قناتي ازرع بيدك النهاردة هنتكلم عن النبات الجميل ومعشق الجمهير على اساس الناس بتحبوا ان هي تقتني هذا النبات وهو نبات الجاردينيا نبات الجاردينيا يا جماعة من اجمل النباتات الداخلية والخارجية الزراعة جميلة ودي زهرة الجاردينيا يا جماعة ما شاء الله الزهرة بتاعتها ما شاء الله مختلفة تماما عن باية الزهرات باية تشبه زهرة الورد البلدي بس سبحان الله هي اصلا غريبة من زي الورد البلدي دي زهرة الجاردينيا وجمال الجاردينيا يا جماعة الناس اللي بتحب تقتني الجاردينيا عندها في البيت داخل المنزل ودي محطوط يا جماعة تحت صوب على اساس ان هي دي الضل يا جماعة دي الضل ده ما حضراتكم شايفين يا جماعة نبات الجاردينيا ليه هاناية خاصة مش زي النباتات التانية يا جماعة بالذات الجاردينيا ديت على اساس لو الطربة نقص الحموضة او ارتفاع الحموضة الى ستة على اساس ان الاوراق معاك تصفر زي كده يا جماعة اهو بتأدي الى اصفرار واحتراك الاوراق ده نبات نقص او ارتفاع نسبة الحموضة في الطربة على اساس اللي احنا الاوراق معانا تصفر وديت بعض النقط الناس كتيرة تتجاهل عنها وبتقع فيها ده بالنسبة للنبات الجاردينيا يا جماعة طيب الحل ايه على اساس ان احنا نحمي نباتنا اللي هو نبات الجاردينيا داخل المنزل او خارج المنزل اللي احنا بنقوم عمل تسميد النبات على طول يا جماعة زي ما انتو شايفين بنسمد النبات على اساس ان هو يدي معانا نموات خضرية يعني الورق بتاعه باخضر داكن يا جماعة اوه لما حضركم شايفين ده كده نسبة الحموضة كويسة في الطربة والنبات معايا تمام وعشر على عشر تمام كده لكن اللي اوراق معايا تصفر زي ما حضركم شايفين النبات ده كده اوراق كلها مصفرة ده بيبقى نقص عنصر الحديد لارتفاع نسبة الحموضة في الطربة الى ستة يا جماعة طيب بنجيب سماد الحديد وندي كل اسبوع او اسبوعين مرة على اساس ان النبات معانا يقدر ويرجع لللون الطبيعي اللي هو اللون الاوراق الخضرية كما انتم شايفينه تمام كده يا جماعة ده لتسميد النبات الجاردينيا طيب النبات الجاردينيا يا جماعة فيه ناس بتحب داخل المنزل وفيه ناس بتحب تقتنيه خارج المنزل في الباليكونات وهو ما شاء الله ان ماشي فيه منه داخلي وفيه منه خارجي تمام فيه ناس بقى النبات معاندهاش بايه بيسمر وطلع زهر كتير كما حضراتكم شايفين ده لازم النبات اتسمت بسماد عالي البوتاسوم زي ما بنبه عليكم في كل فيديو اي نبات مظهر وبيزهر وبيدي معايا ظهور ومش بيزهر معايا قلت لازم نسمد بسماد عالي البوتاسيوم نبي كيه 0 2 0 32 0 34 52 يا جماعة تمام لا ليه ما شاء الله لما بسمد بسماد عالي البوتاسيوم بيرمي معايا كمية بلح اللي هو بتاع الظهر ادي واحد يا جماعة اتنين ثلاثة اربعة خمسة اهي يا جماعة خمسة ماشي ستة سبعة يعني لما تسمد بسماد عالي البوتاسيوم بيرمي معاك كمية الظهور رهيبة زي ما حضركم شايفين في القصرية وده سماد عالي البوتاسيوم على اساس ان انت تتحفز النبات يبقى معاك جميل ومزهر في فترة الربيع الى دخول الشتاء يا جماعة ده نبات الجاردينيا وجمال نبات الجاردينيا وهو من النباتات الجميلة اللي تقدر تقطنيها عندك داخل المنزل حتى النبات مزروع في تربة خفيفة اللي هي تربة البوتموس هي يا جماعة زي ما تحاولين شايفين دي تربة الموتموس تربة خفيفة اللي انت تقدر ممكن لو داخل المنزل تسقيها كل شهر مرة لان التربة الموتموس بتحافز على نسبة المية في التربة يعني التربة البوتموس بتحافز على نسبة المية في التربة لفترة طويلة على اساس النبات لو كتر معاك المية في التربة الخفيفة الجدور بيتعفن والزرع يموت منك دي بردك ملحوظة تنظيم الراية للحفاظ على استمرار النبات معاك التربة الخفيفة مثل التربة الطينية أو التربة الطينية بالرمل على اساس النبات يبقى معاك كويس وجميع الناس اللي بتكسر في المية وتفرد في المية بتلاقي ان النبات معاك هيموت الجدور هتعفن ان النبات هيقع منك يتدرج كده مرة واحدة وتلاقي مثلا زي ما انتو شاكين كده الورق عمال يصفر ومعدما يصفر الورق معاك بينشاف تمام كده يا جماعة ده كانت فيديو سريع مبسط معلومات عن نبات الجردينيا وانا حبيت اصطوره لكم على اساس ان النبات ان هو الناس بتحب النبات ده بالذات على اساس ان هو عامل زي الفل بس وان شاء الله الوردة بتاعتو زي ما انتو حبيتكم شايفين كبيرة اكبر من الفل بتعد اكبر وقت ممكن يعني زهرة نبات الجردينيا وتعد اكتر وقت ممكن ان انت تقدر تكتنيها عندك المنزل يا جماعة اهو يا جماعة ديت النبات الجردينيا ما شاء الله الوردة بتعد اقدر الوقت ممكن معاك في المنزل واتمنى الفيديو تكون عجبكم واتمسوش دعمونا اللي اصلا بكل ما هو جديد من العالم الزراع على قناتي ازرع بايدك وزين بيتك وعلى قناتي ازرع بايدك اعمل لايك واشتراك في القناة ما تسسوش اي تعليق ارد عليكم على طول مع تحياتي ابو اسر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته